لماذا تفضل الفتيات الشباب طوال القامة؟ دراسة غريبة للغاية ولكن ممتعة إذا كنت شاباً طويل القامة فأنت على الأرجح تمتلك السلاح السري الذي يشعل إعجاب الفتيات من حولك أما إذا كنت قصيراً فلا تقلق فالحب لا يعرف القامات لكن لنكذب على أنفسنا قليلاً القامة الطويلة لها وزنها في اللعبة فما سر هذه الظاهرة الغريبة؟ لماذا تجد الفتيات الشباب طوال القامة أكثر جاذبية؟ دعونا نغوص في هذا العالم الطريف مع تحليل ساخر وممتع دعونا نعترف هناك شيء غريب يحدث في العقل البشري عندما ترى فتاة شاباً طويلاً يقف بجانبها فجأة تشعر وكأنها محمية من أي شيء حتى لو كان الخطر الوحيد الذي يواجههما هو قطة تعبر الطريق الطول هنا يصبح مرادفاً للقوة والأمان وكأن هذا الشاب الطويل هو حارس شخصي مجاني لكن لحظة هل الطول فعلاً ضمانة للحماية؟ لا أحد قال إن الشاب الطويل لا يمكن أن يصرخ عند رؤية عن كبوت ومع ذلك العقل لا يهتم بالمنطق الفتيات يحببنا الطول لأنه يبعث برسالة أنا هنا لحمايتك ربما إذا كانت الفتاة تعشق التصوير ومعظمهن كذلك فالشاب الطويل يعتبر كنزاً تخيل صورة جماعية يظهر فيها الحبيب أطول برأسين من الجميع هل يمكن أن يكون هناك شيء أكثر جاذبية؟ الطول يجعل الصورة تبدو وكأنها غلاف مجلة حيث يتوسط الشاب الطويل المشهد وكأنه قائد المجموعة أما إذا كان الحبيب قصيراً حسناً سيحتاج إلى كرسي أو زاوية خاصة ليظهر بجانبها بشكل لائق في الصور هل تعلم أن الطول كان رمزاً للقوة والهيمنة منذ العصور القديمة؟ في القبائل القديمة كان الأطول هو الذي يقود المعارك ويفوز بالغنائم ويحصل على أكثر من نصيبه من الحب والإعجاب يبدو أن هذه البرمجة العتيقة لم تغادر عقول الفتيات حتى يومنا هذا بالطبع هذا لا يعني أن الشاب الطويل يعرف كيفية القتال الآن ربما كل ما يستطيع فعله هو الوصول إلى رفوف المطبخ العالية لكن هذا كاف لجعل الفتيات يشعرن وكأنهن فزن بالجائزة الكبرى أوه الكعب العالي إنه حب الفتيات الأبدي لكنه يصبح كارثة إذا كان الحبيب أقصر منهن بمجرد ارتدائه وهنا يظهر الشاب الطويل كالمنقذ لأنه مع أي كعب ترتديه الفتاة يظل الأطول بالنسبة لبعض الفتيات فإن الظهور بجانب شاب طويل يعطي إحساساً بالتوازن وكأنهما ثنائي ملكي أما إذا كان الشاب قصيراً حسناً قد ينتهي الأمر بنقاش دائم حول ارتداء الأحذية المسطحة في العلاقات تميل بعض الفتيات إلى البحث عن شريك يشعرهن بالسيطرة والطول هنا يلعب دوراً كبيراً الشاب الطويل يبعث برسالة ضمنية أنا القائد هنا حتى لو كان في الواقع لا يستطيع اتخاذ قرار بشأن ما سيتناوله على العشاء الطول يمنح هذا الإحساس بالسيطرة بطريقة تلقائية لكن الواقع أحياناً يكون مضحكاً قد يكون الشاب الطويل مجرد شخص لطيف يحب القطط ولا يمانع أن تتحكم الفتاة في كل شيء هناك اعتقاد شائع بأن الطول يجعل الشخص يبدو أكثر وسامة فالشاب الطويل حتى لو كانت ملامحه عادية يتمتع بحضور مميز وكريزما فريدة الطول يجذب الانتباه يجعل الفتيات يشعرن بأنهن بجانب نجم سينمائي حتى لو كان الشاب يعمل كمهندس برامج في مكتب صغير لكن لحظة هل هذا منطقي؟ بالطبع لا لكن الفتيات لا يهتممن بالمنطق هنا بل بما يشعرن به عندما يرينا شخصاً طويلاً العديد من الفتيات دون وعي يفكرن في الجينات نعم الأمر يبدو وكأنه مشهد من فيلم خيال علمي لكن الطول يعتبر ميزة جينية يرغبن في توريثها لأبنائهن الفتاة عندما ترى شاباً طويلاً قد تفكر دون وعي أريد أن يكون أبناء طويلي القامة مثله هل هذا علمي؟ ربما هل هو غريب؟ بالتأكيد لكن لا يمكننا إنكار أن هذه الفكرة تلعب دوراً في بعض قرارات الإعجاب حسناً دعونا نكون صادقين الطول أحياناً يستخدم فقط كسبب للضحك والاستمتاع الفتاة قد تسخر من حبيبها الطويل عندما يضرب رأسه بباب منخفض أو عندما يطلب منها مساعدته في ارتداء ملابسه بسبب خزانة صغيرة الطول هنا يصبح نقطة مضحكة تضيف المزيد من المرح للعلاقة وكأنها ميزة إضافية لا يمكن الاستغناء عنها أفلام ديزني والقصص الرومانسية لعبت دوراً كبيراً في تشكيل هذه الفكرة في أغلب الروايات البطل طويل القامة ووسيم ومثالي هذا التصوير الثقافي جعل الفتيات يحلمن دائماً بشاب طويل يحملهن كالأميرات لكن هل الواقع مثل الخيال؟ بالتأكيد لا الشاب الطويل ربما لا يستطيع حتى حمل حقيبة التسوق الثقيلة في النهاية نعلم أن القامة الطويلة ليست العامل الوحيد الذي يجعل العلاقة ناجحة فالحب الحقيقي لا يعتمد على الطول أو الشكل بل على التفاهم والانسجام لذا إذا كنت شاباً طويلاً فتهانينة لديك ميزة إضافية وإذا كنت قصيراً فلا تقلق فالفتيات أيضاً يقدرن الذكاء واللطف وحس الفكاهة وفي نهاية المطاف كما يقول المثل الحب لا يقاس بالأمتار ما رأيكم في هذا الموضوع؟ هل تعتقدون أن الطول يلعب دوراً كبيراً في العلاقات؟ شاركون آراءكم في التعليقات